خلونا نبدأ بأهم الأخبار اللي حصلت إنبارح أبرزها ترقص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لمناقشة تعادل من القضايا والملفات برح كمان يدينا خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة تم استعراض الترتيبات الجارية لأعمال استضافة الدورة رقم 12 للمنتدى الحضري العالمي والمقرر إقامتها بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 أخبار كتير حصلت إنبارح أبرزها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من القضايا والملفات خلال الاجتماع أثنى رئيس الوزراء على الجهود اللي بزلتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المستهدفة اللي أثمرت عن افتتاح مصنع بيكو للأجهزة المنزلية وهو ما يمثل رسالة إيجابية قوية عن الاقتصاد المصري بوجه عام وإن الحكومة اتخذت إجراءات وتأسيرات واسعة أسهمت في جذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية مؤكداً استمرار الحكومة في سعيها لجذب كبريات الشركات العالمية في مختلف القطاعات والمجالات إمبارح وخلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة تم استعراض الترتيبات الجرية لأعمال استضافة الدورة الـ 12 للمنتدى الحضر العالمي المقرر انعقدها بالقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 جدير بالذكر أن المنتدى الحضر العالمي بيعقد كل عامين للدول الأعضاء والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وبيجمع المفكرين والمبتكرين والممارسين والصانعي القرار لإجراء مناقشات بناءة حول التحضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلاً عن دراسة تأثير التحضر السريع وانعكاساته على السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المدن والمجتمعات كمان امبارح استعرض المهندس محمود عسمة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال اجتماع مجلس الوزراء العقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي جهود الوزراء لخفض الفقد في شبكات توزيع الكهرباء في مستهل عرضه تناول الوزير جهود التعاون مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة بهدف التعامل مع مشكلة الفقد الفني وغير الفني في شبكات توزيع الكهرباء وفقاً لأحدث النظم والتكنولوجيات المطبقة في هذا الشأن مستعرضاً عدد من المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في هذا الصدد امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحاته الرسمية على فيسبوك انه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة كافة الوزرات والهيئات والمؤسسات المعنية بالدولة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان أصدر الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامروا لهيئات وإدارات القوات المسلحة لتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة لنجاح المبادرة